مع نهاية الشهر الحالي ستتم إزالة كل أشكال الخيام من ولاية هاتاي وتحديدا مدينة أنطاكع بعد ستة أشهر على الزلزال وذلك بحسب تصريح لوالي هاتاي مصطفى ميزتلي الذي أعلن العمل على إزالة جميع الخيام ونقل سكانها إلى جرافانات مجهزة المخيمات التي أقيمت بعد الزلزال كانت تضم نسبة الأكبر من السوريين ممن فقدوا منازلهم ولم يستطيعوا مغادرة الولاية الحكومة بدأت بمضاعفة أعداد البيوت المسبقة الصنع في الولاية والعمل على إقامة مخيمات مجهزة لاستيعاب سكان المخيمات إضافة إلى السكان الذين عادوا من السكن المؤقت في باقي الولايات واليوم ينتظر الألاف من السوريين المقيمين في المخيمات القرارات الجديدة التي ستمكنهم من مغادرة الخيام والانتقال إلى مساكن مجهزة عبد منصور تلفزيون سوريا ولاية هاتاي جنوبية تركيا